كيفية دخول المبيدات إلى جسم الإنسان عن طريق العين أو الجلد الاستنشاق عن طريق الجهاز التنفسي الابتلاع عن طريق الفم الإسعافات الأولية في حالة التسمم بالمبيد في حالة استنشاق المبيد وحدوث صعوبة بالنفس يجرى للمصاب عملية التنفس الصناعي وينتقل إلى غرفة الإنعاش بالأكسجين لا يعطى أدوية أو محاليل عن طريق الفم بل حقا في العضل أو الوريد إذا ابتلع المصاب مبيد عالي السمية يتقي ويجرى له غسيل للمعدة تحت إشراف الطبيب